السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا حابب أشكركم من القلب على التعازي في التعليقات اللي كتبتوا لي على فيديو البارحة قرأتها أشكركم جميعا فردا فردا ورح نبدأ الآن المعلومات من الفيضانات في ألمانيا في جنوب ألمانيا بشكل خاص مقاطعة باين مقاطعة باين ومقاطعة باين بوتن بيك وقبلها مقاطعة زالند التي تسببت أيضا بأضرار مادية كبيرة جدا وخاصة في الأبنية إغراق الأبنية بالمياه وإعادة ضخية منها يعني أن الأبنية بحاجة لإعادة إصلاح وهذا يشكل ضغط على شركات التأمين بشكل خاص الجزامت في بندة دوتشن فزيشه وسبيرتشافت الجيدفو ورئيسها يورك أسموسن اعتبر أن الأضرار الناجمة عن فيضانات زابغن قبل فترة يعني تكلفت أو تسببت بأضرار قدرها يعني تم تقديرها بمئتين مليون يورو على شركات التأمين والآن الأضرار الحالية لم يتم إحصاؤها بعد وإن بدأت الطلبات الأولى يتم الآن تقديمها لدى شركات التأمين للحصول على تعويض من الأضرار التي حصلت ولكن بشكل عام الآن يعني من المتوقع أن تكون العباء المالية ضخمة جدا على شركات التأمين في تعويض الناس علما أنه لا يوجد يعني دائما تعويض كامل اللي منتها شعر يعني بسيش يوم ضد يعني شامل جدا لكل البيت يعني كل شخص كمان لازيكون يعني عنده أو يشوف شو هو نوع التأمين اللي عنده على البيت ومع ذلك فإن الموضوع بحاجة إلى حل الموضوع ليس فقط شركات تأمين وإنما الموضوع هو بحاجة أيضا إلى نظرة أوسعة من ذلك بعد الفيضانات التي شاهدناها في ألمانيا عدة مرات مثلا في مناء مثلا البناء في مناطق معينة قد تكون معرضة للخطر عند حدوث فيضانات وارتفاع منسوب المياه أو عن طريق تقوية السدود وبناء سدود جديدة فالحلول هي ليس فقط يعني اللي جود أيضا لشركات التأمين أو رفع البخيمية رفع يعني بمعنى الاشتراك في التأمين ضد البيوت في الموضوع التالي في فيديو البارحة ذكرت أنه رأيي الشخصي أن الحدث في منهايم ومقتل الشرطي هناك وجرى حدة أشخاص سيشكل نقطة مفصلية فيما يتعلق بسياسة النجوء والترحيل في ألمانيا وهذا كان رأيي شخصي واليوم المعلومات فعلا تشير إلى أن الأمور زاهبة في هذا الاتجاه بسبب الضغط الشعبي الكبير أيضا على الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية المفروض أنها هي مسؤولة عن أمن الناس في ألمانيا وبالتالي مطالبة باتخاذ إجراءات أو على الأقل نقاش حلول لهذه الظاهرة الشيء الملفت للنظر أن الحزب الرئيسي الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشار أولاف شولتس على ما يبدو أنه أيضا الآن وبشكل مفاجئ غير سياسته بعد هذا الضغط بعد هذه الأحداث وخاصة الحدث الأخير باتجاه قبول فكرة رح أكون واضح في الكلمات ترحيل مرتكبي الجرائم الكبيرة والخطرين على أمن ألمانيا وأن أفكارهم معادية للدستور الألماني هذه هي الفئة التي يتم الحديث عنها أن يتم البحث عن إمكانية لترحيلهم ورح أذكر الله بشكل واضح وصريح رح نشوف التباصيل إلى أفغانستان وإلى سوريا والحديث تحديدا عن دمشق الصدمة في المجتمع الألماني يعني هذا الوضع الأمني سواء للمواطنين الألمان أو حتى الأجانب يعني لكل سكان ألماني هذا يشكل خطر يومي على حياتنا هذه الأحداث في تنقلنا في المدن الألمانية في القطارات الألمانية في ألمانيا في المحطات القطار فهذا الموضوع بحاجة إلى حل الاختراح الواضح والصريح جاء الآن من السيناتور في هامبورغ تحديدا الذي طالب الآن رح نشوف يعني تفاصيل طبعا رح كمان نشوفها ولكن هو طالب الآن بشكل رئيسي في أن يتم نقاش الترحيل لهاتين الفئتين لنا من يقوم بارتكاب الجرائم الكبيرة ومن يشكل خطر على الأمن الألمانية والدستور الألماني أن يكونك إمكانية أو دراسة إمكانية ترحيلهم إلى سوريا وأفغانستان تحديدا التركيز أكثر على أفغانستان شاء الله يكون دقيق جدا في معلوماتي وأيطائكم أيضا الصورة التي تتم نقاشها في العلام الألماني تحديدا التركيز على أفغانستان لأنه كمان علم أنه مرتكب الجريمة كان من الجنسية الأفغانية فالمطالبة هي أن يتم نقاش ذلك في الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية الألمان للمقاطعات 16 مع وزيرة الداخلية في الحكومة البركزية هذا الاجتماع سيكون في 19 حتى 21 يوني يعني خلال عدة أسابيع وعلى ما يبدو أن وزيرة الداخلية الألمانية أيضا نانسي فيزا عن حزب الاس بي دي مستعدة لهذا النقاش وعلى ما يبدو أن نعيد في هذه الفكرة والبحث عن حلول ترجمة نانسي قنقر 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 لأن الوزارة الخارجية بيد حزب الخضر كما نعلم خيادة علينا بابوك على كيفية التعامل الآن مع هذه الأحداث هل يجب أن يتم الترحيل أم لا؟ لماذا أناقش معكم أن هذا الموضوع؟ بالنسبة لأفغانستان النقاش هو أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم الكبير وشكلون خطر على الأمن المانية تم ترحيلهم إيجاد إمكانية لترحيلهم إلى باكستان ومن هناك نقلهم برا بعدها إلى أفغانستان وهذا تظل بتعاون مع باكستان هذا من ناحية من ناحية أخرى بالنسبة لسوريا هذا الموضوع لو تم نقاشه أيضا بالنسبة للتقييم الأمني لمنطقة العاصمة السورية دمشق كما ذكرنا دائما التخوف هو من النتائج الأخرى تصنيف منطقة على أنها آمنة هذا يعني من حيث المبدأ أن كل من يأتي من هناك ليس له حق الحماية العامة يعني دائما وإنما حق الحماية الفردية حسب بضوع الشخص طبعا لكل إنسان يبقى ولكن هذا ما يتم التخوف منه وماذا عن الأشخاص الذين لا يزالون في وضع اللجوء في ألمانيا من هذه المنطقة فإذا تم تصنيفه على أنها آمنة هذا يعني مثلا نسحب أيضا لقامات منهم هذا يفتح أبواب أخرى أيضا بالمجمل كما كنا نذكر دائما أن هكذا أحداث تشكل ضغط شعبي على السياسين لاتخاذ حلول الحلول قد تكون بهذا الشكل وقد تؤثر على المدى الطويل طبعا من حصل على الجنسية الألمانية من يحمل إقامة شرعية ليس عليه أي خطر لما نزل هنا نتحدث عن موضوع من يقومون بارتكاب الجرائم أو يشكلون خطر على أمن ألمانيا ولكنه يفتح أبواب أخرى فننتظر الآن ونشوف اجتماع وزراء الداخلية الألمان خلال عدة أسابيع إن كان سيتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه الموضوع التالي إعادة فتح ملف مواطن سوري حصل على الجنسية الألمانية منذ زمن قريب ثم إعادة فتح ملفه لتقييم الوضع الذي قد يمهد لسحب الجنسية الألمانية منه مرة أخرى فيما لو ثبتت الاتهامات الموجهة إليه والتي هي على الشكل التالي أنه قام بنشر فيديو هتعلم عبدو أنه رابها يعني أنا ما شفت الفيديو فيها كلمات تم اعتبارها معادلة لسامية أو فيها أيضا تحريض فبالتالي إعادة فتح ملفه لتقييمه مما قد يمهد لإعادة سحب الجنسية منه طبعا الآن التعليمات جاءت بشكل خاص من وزيرة الداخلية في المقاطعة لأن المنستغن أيضا تحديدا تماغت سيشان عن حزب السي دي أو فيتم الآن تقييم الملف فإذا ثبت الاتهامات الموجهة إليه فقد يتم إعادة سحب الجنسية الألمانية منه وإن لم تثبت طبعا يحتفظ بها أنا عملت فيديو تفصيلي عن الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الألمانية في وقت سابق والآن ننتقل إلى الجانب المشرق الآخر من الحديث السابق يعني شفنا هيك فيه والعديد من الأشياء السلبية بنفس الوقت ولكن تحطيم الأرقام القياسية للحصول على الجنسية في ألمانيا بعد أن أصدر المكتب الاتحادي للإحصائياته الرسمية عن عام 2023 فإن نسبة التجنيس ارتفعت إلى رقم تاريخي في ألمانيا لم يسبق أن وصلنا إليه منذ عام 2000 عندما بدأ بدأت يعني الإحصائيات يتم تسجيلها تحديدا عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم الآن في عام 2023 في ألمانيا من 157 جنسية عددهم الكل 200.100 شخص الإحصائية تقول أن السوريون تصدروا هذه القائمة بعدد قياسي جديد لأول مرة حيث وصل عدد المواطنون السوريون الذين حصلوا على الجنسية الألمانية وأصبحوا مواطنين ألمان 75.500 شخص لعام 2023 من الإحصائية الكلية وهي 200.100 شخص وهذا يعني أن 38% ممن حصلوا على الجنسية الألمانية هم من السوريون لعام 2023 فيما يعتبر رقم قياسي في كل الاتجاهات في عدد المجنسين في تصدر المركز الأول في عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم خلال عام يعني اكتساح لكل الإحصائيات في المركز الثاني جاء أيضا الأخوة من العراق ومن تركيا تقاسموا المركز الثاني تقريبا بما معدله 10.700 حالة تجنيس أيضا في ألمانيا إذن في المركز الأول السوريون في المركز الثاني الأخوة العراقيين وأيضا من تركيا وبعدها جاءت المراكز الأخرى من 157 دولة ولكن هذه هي المراكز الأولى تقريبا في عدد التجنيس مع فارغ كبير طبعا للسوريين والسبب هو طبعا من جاء بين عامي 2014 و2016 الموجة الكبيرة الذين حصلوا على الجنسية الألمانية الآن يحققوا شروط ليس فقط شرط 8 سنوات يعني معدل التجنيس كان أقل من ذلك بالنسبة للسوريين في إحصائية ليست موجود الآن أمامي ولكن قرأتها قبل عدة أيام بمعدل 6.8 سنة يعني العديد منهم حصل أيضا بامتيازات على الجنسية الألمانية يعني حقق شروط إضافية أخرى هي كانت أيضا الإحصائيات الرسمية يعني مبروك لكل الناس لكل من اجتهد وعمل وتعلم اللغة الألمانية وعمل وحصل على الجنسية الألمانية وأصبح مواطن في ألمانيا الأعداد يعني كبيرة جدا قياسية وعبترتفع من عام لعام طبعا نسبة الزيادة يعني كبيرة عن العام الذي سبقه 2022 هي كانت هم المعلومات من ألمانيا التحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر